أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزيين للمشاهدين بلال آخر استعدادات منتخب غينيا لمواجهة مصر وأبرز الغيابات يعني كابتاً خلينا ممكن الغيابات يعني أنت حضرك تعرف أن في أكتر الأوقات بيطلع أن بعض الأخبار اللي بتقول على غياب بعض اللاعبين ولكن ممكن تفاجأ أنه هم أسنان مباراة بيشاركوا فخلينا نركز أكتر على إيه هم أهم أو أهم مفاتيح لعب منتخب غينيا بساو عندهم هو منتخب بلدي منو البلدي ده حارس المرمى حارس عنده 21 سنة عنده في رصيد مشاركاته أربع مباراة دولية فقط حارس لسه صغير عنده شوية حتة شفت أونانا في منشستر وينايتد أنه دايماً سايب مرمى بيتحرك عايز يتحرك كتير يبدأ في يعمل عملية البلد مش راكز تحت الثلاث خشبات ممكن يستغل ده كويس أول لأن حارس صغير السن عندهم طبعاً كاندي الزهير الأيمن ودي نقطة قوة كبيرة جداً بيلعب في ميدز الفرنسي ظهير مميز جداً عنده انطلاقات هجومية مميزة عندهم كمان جيفرسون إنكاد لعب فاركو لو يعني كل الناس أكيد هنا عرفاه بيلعب في خط الدفاع بيشارك شوية كمساك وأحياناً بيشارك كظهير أيمن وسط الملعب عندهم برضو لعبة محترفة كابتان عندهم كيبل ده لعب بيلعب في جازي أنتيبل تركي عندهم سيميدو بيلعب في الطائق السعودي يعني لعبين تقدر تقول إنه هو كواليتي مقبول أو كواليتي يقدر يعمل حاجة على الأرض الملعب نيجل الثلاثي الأمامي ودول الخطيرين جداً يعني ماما بلدي اللي بيلعب كجناح أيصر حضرك أكيد عارفوه والسادة المشاهدين عارفينه لعب ليون الفرنسي لعب مميز جداً جناح أيصر بيقدر ينطلق في المساحات ويقدر يخش العمق الملعب عنده كمان معدل تهديفي جاية مع موناكو في الدور الفرنسي على الرواق الأيصر عندهم ألفز بالدي برضو يعني الرواق أو الجناح الشمال في ماما بالدي الجناح اليمين في ألفز بالدي لعب قصير القامة يعني طوله 170 سنتي تقريباً ولكن لعب عنده تحرقات لو رحنا للورقة الأهم اللي بيعتمد عليها المدير الفني الغني بيساو وهو ديجو المهاجم الفريق ومهاجم ميتلند الدنماركي لعب يعني محطة تقدر تسند عليه الكورة ويقدر اللعبين يخرجوا عليه لعب أشوال بيلعب برجليل الشمال بيلعب في ميتلند الدنماركي النادي اللي انتقل منه إمام عشور للنادي الأهلي فعندهم عندهم كواليتي لعيبة جيدة تقدر أن هي على أرض الملعب تبقى عندها انسجام وجماعية مقبولة وتقدر أن هي تشكل عليه خطورة كان عندهم طبعاً مفاجأة في تعادلهم الأخير مع إثيوبيا ولكن كل شيء وارد يعني حاصلنا نحن شفنا الجزائر خسرت أمام غينيا الأخرى بقى في مباراة التصفيات الجولة القابلة دي على طول انت تعرف حضرت فيه غينيا وغينيا بسايا وغينيا الاستوائية فيعني كل المفاجأات واردة في مباراة التصفيات وهم على مستوى النتائج ما كانوش أفضل حاجة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمناسبة هم خسروا الثلاث مباراة في المجموعة خسروا من نيجيريا وخسروا من غينيا وخسروا من كوتيفور يعني كان عندهم مشاركة سلبية جدا في الكان الأخيرة فنحن هنعمل حسابهم ولكن مش هنبالغ في احترام الخصم انت حضرتك كده عارف ان احنا أوقات كتير بنهضر نقاط أو بنفقد نقاط بسبب الاحترام الزائد أو المبالغة في احترام الخصم انت هتدرس اللعيبة نقاط القوى ونقاط الضعف ولكن على أرض الملعب منتخب مصر لديه من اللاعبين اللي يكفوا لفرض شخصية المنتخب وطريقة لعبه على أرض الملعب خلينا نروح للتليفون جاهز يا شباب خلينا نروح لإنسو فاتي قائد منتخب غينيا بيساو السابق خلينا نرحب بيه على شاشة قناة الأهلي وفي البداية طبعا مواجهة مرتقبة ما بين منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو كيف ترى هذه المواجهة طيب حاجلنا مرة تانية أنا أتخضيت من اسمه إنسو فاتي مرشل أتكرته هو أصلا كلنا أتكرت لأ طبعا طيب لغاية لما يرجع لنا إنسو مرة تانية مهم جدا أن إحنا برضو يا أحمد وإحنا بنتكلم منتخب مصر طبعا أفضل بكتير المفروض أنه هو فنيا أفضل بشكل واضح بلاش نقول بكتير بشكل واضح من غينيا بيساو ولكن في النهاية صفر طويل بعد مباراة في أقل من 3-4 تيان وقت قصير نعم وقت قصير وقت قصير ثم أعتقد أن الجو هناك مختلف عن هنا وبالتالي أنت رايح في المباراة تبدو تبدو صعبة حقيقة فعلا كابتن هي صعبة مش مش تبدو صعبة يا صعبة ضغط من المباراتين الوقت قصير جدا وأعتقد الممكن يبقى الإجهاد هيبقى سبب كبير جدا في خلال المبارات غينية صعبة خاصة أنت تعلمين طبعا الرجاو والرطوبة هناك هتأثر جدا لعبين لكن في النهاية سكواد المنتخب المصري سكواد قوي جدا ولعيب عندها خبرات ولعيب عندها بكينات كبيرة جدا فنيا وأعتقد كمان فنيا وثقة كبيرة جدا بعد مكسب بركين نفسه يخلينا دايما نروح نلعب المباراة دي وإحنا متطمنين وده حاجة مهمة جدا وكمان فكرة أن أنت متصدر المجموعة وغينيا بيساوه بالنسبة لك هو دلوقتي في الترتيب التاني أنت بالنسبة لك لازم تحط المباراة دي مفيش أي فرصة فيها غير المكسب لأن المكسب هيسهلك جدا قوي أن أنت تبقى خلاص بالنسبة كبيرة قطعت شرط كبير جدا في أن أنت خلاص وصلت لكاس العالم وده الطبيعي من وجهة نظري ده الطبيعي بالنسبة لمجموعة مصر حتى لو تبدو أنها ممكن يكون فيها منافسين ممكن يكون لحد ما مش هنقول سهلين صعبين شوية لكن بالنسبة للمنتخبات التانية في أفريقيا أعتقد الموضوع مختلف تماما فإحنا المنتخب المصري منتخب كبير منتخب عنده لعيبة كلها زي ما عنا شايفين كل الفريق إحنا لو بصلنا على ديكة بدلاء منتخب المصري ديكة بدلاء كبيرة يعني لو بصلنا على القائمة كلها طبعا يعني فيه لعيبة كتير جدا كانت موجودة في المقرارة اللي فاتت أعتقد كان احنا شايفين عمر كمال بينزل شوفنا كان موجود ناصر ماهر وكان موجود أحمد عمين قوفا في لعبة كتيرة جدا كانت كويسة موجودة على ديكة بدلاء مع كابتل حسام حسن كمال ما ننساش ان عمر مرموش بيغيب للإصابة يعني فيه برضو لعيبة المهمة جدا ما كانتش موجود فبتتكلم يعني ان انت خلاص معك السكوات قوي الفكرة كلها في المبارات غدا ان كابتل حسام حسن هيلعب بأني طريقة وده سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله في المبارات الأولى وبتسأله في المبارات التانية لان الخطة لما تغيرت في المبارات الأولى نجحت كان في بعض الأخطاء طبيعي هنا هل من الممكن ان احنا نشوف تغيير الطريقة برضو تاني او تالي بقى تاني بعد تغييرها يعني هل سنجد تريزيجي بيلعب ناحية الشمال ولا سيبدأ ما هو ما فيش غير عمر كمال اللي يبدأ هذه لا هو محمد حمدي هيرجع بكرة من اللقاف محمد حمدي رجع وبالتالي انت محمد حمدي هو كابتن حسام حسن بالمناسبة يعني عنده قناعات كبيرة جدا بمحمد حمدي يعني كان اشراكه حتى في المعسكر الاول امام نيوزلندا وامام الكرواتيا كان هو اللي شارك المباراتين على الرغم من علم كابتن حسام انه هو موقوف في مبارات بوركينافسو لكن اصر على اشراكه اذا هل من الممكن ان تعود الطريقة كما كانت انت حضررك عارف كابتن حسام حسن وكابتن حسام معروف عنه في الوسط الرياضي انه هو دايما بيتفائل باخر شكل المنتخب خاصة او الفريق اللي بيدربه يعني هو بيتفائل جدا يعني قناعاته ده من ضمن قناعاته بالمناسبة التفائل اه يعني هو لو كسب مباراة بشكل معين فهو بيفضل انه هو حتى لو لا تتناسب دي هتبقى ايه محل اختبار غدا يعني دي هتبقى هو مقتنع بمحمد حمدي اوي وفي نفس الوقت الطريقة اللي بدأ بيها مباراة بوركينا نجحت فهل هو هيختار انه هو يفنش او يبدأ زي ما فنش في مباراة بوركينا على العلم انه هو اشرك او لجأ لعمر كمال لما لقى الضغط كبير على الجبهة بتاعترزيجي ومحمد عبد المنعم لجأ للحل بتاع عمر كمال فاعتقد ان الاسلم بكرة انك تبدأ اربعة بعودة محمد حمدي مرة اخرى للظاهير الايصر وتستغنى عن واحد من لعيب خط الوسط انت عندك كان عندك مروان عطية كان عندك احمد سيد زيزو كان عندك لعيبة كتير في خط الوسط تشبكة ادوارهم اه بالزبط هل بقى هيختار انه هو يطلع بحمد فتح وبالمناسبة على ذكر طريق 3-5-2 كان عملها اجيري بالمناسبة مع منتخب مصر ولجأ للحل بتاع لعب من وسط الملعب يلعب كليبرو في الحالة الدفاعية كان عملها اه هو عملها مع علي غزال لو حضرتك تفتكر لعب علي غزال في وسط يعني بين قلبين الدفاع وفي حالة الهجمة كان بيزيد وعمله حمدي فتح في الشوت التاني فهنشوف بكرا كابتان حسام هيرجع للطريقة التانية مع عودة محمد حمدي اللي هو مقتنع بي جدا ولا هيفضل بناء على قناعاته بموضوع التفاؤل انه يبدأ زي منها هيعمل ايه برضو احباد يعني مغاد نظر على التفاؤل طبعا البلد تتكلم عنه تتكلم لك هو كلام كلنا عارفين هذا الكلام ولكن في النهاية انا خلينا بعيدا على التفاؤل وتشاؤم هل من الممكن انه طريقة اللعب اللي لعبها في مباراة بوركينا واحنا كلنا بصمين بالعشرة يعني ان بوركينا افضل من غنية طبعا هجوميا فبالتالي انت هتلعب بره بلدك مع فريق اقل منك واقل من بوركينا فهل ممكن ده يخليه يلعب بتريزيجين حتشمال هل حيرجع محمد حمدي هل عمر كمال بوسوا كابتان هو في يعني في معادلة كده صعبة بعيدا على التفاول تشاؤم طبعا يعني انا كنا موجودين هنا الزباق اللي فات وقلنا ان ان كابسهم حسن هو بيميل للمدرسة دي مدرسة التلاتة في الخط الخلف هو دي طريق تاريخه مع الاندية دائما بيلعب بتلاتة في الخط الخلف ودائما بيحتمد ان دائما البكات بتحب تبقى دائما طائرة كده وبتهاجم هو دي طريقته وطريقه بيقول كده فأعتقد ان هو بكرة هيعمل المعاضلة الصعبة ايه المعاضلة الصعبة محمد حمدي هيعود فعلا هيعود لكن طريق التلاتة هتستمر ازا ما هي طيب معلش هشارجي علينا التليفون وبعدل ان ده كلام